بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 32 لمجلس الوزراء الثلاثاء 8 آب 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء استناداً لصدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته ومن أجل مراجعة وتحديث المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي والمستهدفات التنفيذية في ضوء التخصيصات المالية للموازنات التشغيلية والاستثمارية لكل وزارة وجهة قطاعية وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي واحد قيام الوزارات وجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فوراً في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي التي استكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة التي تضمنها المنهاج الوزاري والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصى 15 آب عام 2023 ثانياً قيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية التشغيلية والاستثمارية للبرنامج الحكومي كل حسب اختصاصه وفقاً لقانون الموازنة وتعليماته في موعد أقصى 24 آب عام 2023 وافق مجلس الوزراء على إضافة تخصيصات بمقدار 208 مليار 703 مليون و369 ألف و700 دينار فقط عن المتبقي من عقد مشروعات الصيانة السنوية المسمات بي يو بي فايف تو اي من تخصيصات الموازنة التشغيلية البرنامج الحكومي المتواثرة في وزارة الكهرباء للعام الحالي لغرض صرف المستحقات وضمان استمرار تجهيز المواد لباقي العقود وإيقاف استكمال إجراءات الإدراج وحذف المشروعات من المنهاج الاستثماري استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام عام 2023 و24 و25 الموافقة على ما يأتي واحد مناقلة وزارة المالية خمسة مليارات دينار فقط من تخصيصات دعم الأعلاف أذرت الصفراء الواردة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 و24 و25 لشراء الأعلاف والمستلزمات الأخرى لتقديمها مجاناً لمرب الجاموس في جنوب العراق استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنياً لسنة 2014 ثانياً تأليف فريق من دائرتين الثروة الحيوانية والإرشاد والتدريب الزراعي في وزارة الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المسمات F.A.O للإشراف وتنفيذ المبادرة على أن يكون التوزيع مباشراً للمربين من خلال وزارة الزراعة الممثلة في الفريق آنفاً وتقدم وزارة الزراعة دراسةً عن الحضائر النظامية للجاموس أقر مجلس الوزراء تطبيق نظم الري المغلقة واستخدام طرق الإرواء الحديثة بحسب متطلبات نوع الاستثمار الزراعي وجعلها أحد المحددات الأساسية لمنح الإجازة الاستثمارية للمشاريع الزراعية الجديدة أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم 23.018 بشأن ضوابط استيراد السيارات المحورة للأشخاص ذو الإعاقة بحسب ما يأتي الموافقة على ضوابط استيراد السيارات المحورة الخاصة بالأشخاص ذو الإعاقة المبلغة بكتاب وزارة الصحة بتأريخ 23 حزيران عام 2023 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23.162 لسنة 2023 بحسب الآتي تزديد وزارة المالية مبلغ 1.403.000 دولار عن الزيادة العامة لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية المسمات IFC أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 23.163 بحسب الآتي الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقاً للقرار التشريعي 995 لسنة 1985 من بدلات الإيجار للسنوات السابقة المحددة في كتاب وزارة الزراعة بنسبة 50% وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الصحة صلاحية توجيه الدعوة المباشرة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 فيما يتعلق بتمويل وتنفيذ المستشفيات التابعة لدائرتين صحة بغداد الكرخ والرصافة بناءً على تكليف محافظة بغداد وزارة الصحة لتنفيذ هذه المشاريع وحسب ما جاء في كتاب الوزارة في ستة آب 2023 بشأن المشاريع المثبتة من قبل محافظة بغداد وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم 342 لسنة 2019 ليشمل منح الوزير تخويل صلاحياته المباشرة للشركات العامة الحكومية ضمن السقف المسموح به وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية لجمهورية العراق ووزارة الخارجية بدولة قطر حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة في العاصمة بغداد بتاريخ 15 حزيران عام 2023 استناداً إلى أحكام قانون عهد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 شكراً